على هذه الأرض في الجولان السوري المحتل غلدت إحدى أساطير الجيش الإسرائيلي الكاذبة رواية قوة تسفيكا حيث استطاعت دبابة إسرائيلية واحدة يقودها الضابط تسفيكا جرينجولد تدمير ستين دبابة سورية في يوم واحد في حرب تشرين الأول أكتوبر عام 1973 رأيت كل الجيش السوري هناك أخبرت قائد اللوائي بأن هناك الكثير من الدبابات وبدأت بإطلاق النار على السوريين الأسطورة التي تعد منذ 43 عاما إحدى قصص البطولة الأكثر اقتباسا بشأن حرب يوم الغفران كما يسميها الإسرائيليون والتي تستخدم في تثقيف ضباط الجيش الإسرائيلي وجنود تكسرت عند أعتاب الروايات المناقضة التي قصها من شارك في تلك الحرب في ذكرى يوم الغفران جاهدت كل أنواع التقارير عن قصة تسفيكا وهذا أغضبني على الجمهور أن يعرف الحقيقة لا أستطيع الصمت ولا يجوز تربيتنا على هذه القصة لم يكن هناك أي دبابة وعندما انضممت إليه لم يذكر وجود دبابات أو سوريين أو معركة لا أتحدث عن عشر دبابات أو عشرين أو خمسين لم يشر حتى إلى وجود دبابة واحدة القناة الثانية التي أعدت تقريرا عن القصة تصلت بقائد اللواء 188 حينها يائر نفشي الذي كشف أن الأسطورة جرى اختراعها بأمر منه لرفع معنويات الجنود الذين انتحبوا لموت رفاقهم فبعد الحرب خسارة اللواء الذي فقد 112 جنديا كانت عميقة هذه القصة ليست حقيقية لقد اخترعناها لأننا أردنا إعادة بناء اللواء بعد الحرب من لا شيء وكانت هناك حاجة إلى قصة ما هو لم يفعل ذلك أخبار نتسفيكا الرواية كلها وكيف اختلقت قائد اللواء قرر خلق قصة بطولية عن اللواء وسمع أن نتسفيكا كان وحده في الجبهة الجنوبية وأرسل مراسل مجلة بما حناه لكتابة القصة مراقبون قالوا أن لهذه الرواية وتكذيبها عكاسات خطيرة فهي ترشد إلى مصنع البطولات العسكرية في الجيش الإسرائيلي حيث الجيش مستعد لاختراع أي شيء لتحريك جيل المقاتلين التالي وهو أمر مقلق جدا في أسس بناء العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي